اشتركوا في القناة الى النظام اعتقد ان هو اقصر عدالة وهو انه لما بيجي حاسب الضريبة ما بيشتغلش صفقة بصفقة وانما بيعتمد على نتيجة الاعمال في نهاية السنة مفترض ان من خلال شركة مصر المقصة اي شخص بيتعامل في اوراق مالية بيبيع اوراق مالية سواء كانت الوراق مقيدة او غير مقيدة لان البيع لابد ان يتيب عن طريق شركة مصر المقصة ان كل شخص له رقم والرقم ده تقدر تعرف تاريخ الشغل بتاعه علشان كده تم الاتفاق على ان احنا بنشوف ناتج المحفظة في نهاية السنة ناتج المحفظة في نهاية السنة اذا كان ربح فبناخد منه سعر الضريبة زي بتحدد الاوراق المالية المقيدة 10% اذا كانت اوراق المالية غير مقيدة ظلت المعاملة الضريبية زي القانون قبل هذا القانون برضو نتكلم على العشرة في المية هي ضريبة مقطوعة حسابها سهل لان في نهاية السنة مصر المقصة بتقول والله افلان دول كسب 100 كسب 10 كسب 20 عبء الضريبة اعتقد عبء يعني متواضع وبالتالي يعني على المستوى الشخصي كباحث مش كراجل موظف في مصلحة الضريب ان انا برضو شايف ان عبء الضريبة ليست عبء ليست مصادرة للدخل ده فيما تعلق بالاوراق المالية ترجمة نانسي قنقر